موسيقى لكم تحياتنا مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الحوارية في هذه الحلقة والتي نواصل فيها ذكرى وسرد العلاقات الإثيوبية السودانية وأهم ما يميزها وكافة الحلول التي تطرأ على المراقبين والخبراء من المعنيين بهذه القضية من الشعبين نستضيف في هذه الحلقة ضيفا عزيزا على قلوبنا وقد كان لديه ولا زال من المقرر أن يسافر إلى بلده الأم ولكننا أردنا أن نبقيه معنا فتكرم بهذه الزيارة قبل أن يرحل إلى السودان الحبيبة أرحب بضيفنا العزيز السيد حامد كبار محمد الخبير الاستراتيجي حياك الله ضيفنا العزيز مرحبتين حبابكم الشكر كل الشكر لهذه القناة الجميلة الأنيقة والشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الحلقة المميزة والشكر للتيم العامل وراء الكاميرات الذين لو لاهم لما ظهرنا على هذه الشاشة الجميلة شكرا أخي العروسي شكرا لك والاستضافتك الكريمة في هذا الشعب الجميل وأقول تينا السليل دينا نتشو لا إثيوبيا لا سودان باتام أمن سقران لها برايم ميديا أمن سقران لها الله يعطيك العالم ما شاء الله أنت جمعت من المفردات الإثيوبية وكأن سحنتك وحديثك إثيوبي أيضا طبعا إطلالتك وتواجدك معنا كان هو الأجمل مرحب بك بين أهلك وإخوانك ومرحبا بك يعني على قولهم مليون أهلا وسهلا بك ضيف الكريم لو سألتك بحكم كونك يعني في أثيوبيا منذ مدة طويلة أنت في الربوع الأثيوبية لسنوات طويلة وقد طرحت هذه الأسئلة بالمناسبة على عدد من الضيوف في هذه الفترة التي عشتها في أثيوبيا ما هي النظرة التي تكونت لديك أو الرؤية التي تكونت لديك عن الشعب الإثيوبي عن الوطن الإثيوبي هل تشعر بالغربة أمور إيجابية أثرت عليك أمور سلبية لا قدر الله تعرضت لها كل ذلك لو وضعتنا في الصورة بشكل مختصر بداية جميل أخي محمد أولاً أحب أن أؤكد القادم من السودان لإثيوبيا لا يشعر بأنه خرج من السودان إثيوبيا والسودان وطن واحد شعب واحد يتكلم لغة مشتركة كثر من الإثيوبيين في السودان يتحدثون العربية ومعظم السودانيين في إثيوبيا يتحدثون اللغة الأمهرية أو خلافها القادم هنا لا يشعر بوحشة ولا يشعر بغربة لأنه نفس السلوك نفس الثقافة كلنا نشرب من نهر النيل رضعنا منه أبايت التهلّم أقر كما يقولون ممكن تفسر لنا إياها بالعربي معناها يعني نحن نشرب من ثدي نهر النيل اللي هو منبعه في إثيوبيا اللي هو بحر دار تس أباي ويمر بالسودان بأكبر مساحة ثم يصب في مصر إذن السودان إثيوبيا بلد المنبع والسودان بلد أكبر مسار وما مصر إلا بلد المصب كلنا نتغذى من ثدي النيل طيب كيف استقبلت هذه الأحداث التي نسميها بالدخيلة أو الطارئة على المجتمعين الإثيوبي والسوداني طبعا ربما يفسر البعض أن هذه لغة تصالحية كما أسموها يعني عندما نطلق مثل هذه العبارات أو مثل هذه الكلمات ينتقدوننا بأننا ربما لماذا نكون أكثر تصالحية أنتم لا تريدون التصالح ولا تريدون ومنذ متى كانت اللهجة سيئة بين إثيوبيا والسودان لذلك نقول أن هذه دخيلة وأن الأصل هي التصالح مع الجيران مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا هذا هو الأصل وما عدا ذلك هو أمر دخيل فكيف استقبلت مثل هذه الأحداث الطارئة كمواطن يعني يكتنز الثقافتين الإثيوبية والسودانية جميل أخي محمد أولا أنا أختلف معك تماما في لغة كيف تعاملتم مع الجيران السودان وإثيوبيا ليسوا بجيران أهل أولا أهل قديما أنا من مواليد مدينة كسلة قديما كانت لا تأشيرة لا جواز في الدخول إلى إثيوبيا كان هناك غطار سكة حديد ما بين البلدين هذه الأحداث حقيقة تألمت لها وتألم لها كل سوداني لأنه كيف أحارب أخي كيف اعتدي على أخي هذه مصائب جلب لنا بعض الخارجين وبعض المستفيدين وبعض المندسين لكن إطلاعا لا إثيوبيا ولا سوداني يمكن أن يتحاربا اليوم في الخرطوم كلنا نأكل سوا نسكن سوا متزاوجين وأنا حضرت لأدي سبابا هنا منذ عشر أيام لم يعتردني أحد أذهب إلى منازل أصدغائي الإثيوبيين أنا بيت معهم فأين المشكلة؟ إذن المشكلة من مندسين ويجب أن الشعبين يعود ذلك تماماً ويضربوا هؤلاء المندسين نعم يعني ما هي أهداف كل من يريد أو يرضى بأن تكون هناك حرب ويتفائل بهذه الحرب ويتفائل بهذا الصراع في شعبين عرفا بأنهما شعبان وكما قلت بل شعب واحد في محيطين هذه هي لغة إثيوبيا وكذلك هي لغة السودان نعلم أن السودان بلد الحكمة وكذلك إثيوبيا الذين يريدون أن يصبوا النار في الزيت أو النار على الزيت ما هي أهدافهم وكيف يقبلون على أنفسهم أن يكونوا حطباً لهذه النار المحتملة أخي محمد هؤلاء سماسرة وتجار حرب ليس لهم أخلاق أو قيم يريدون المنفع المادية في إثراء هذه الحرب وهم يستفدون قطعاً بواسطة عصابات دولية بواسطة لوب دولي لأغراض شخصية وليست لأغراض البلدين إطلاعاً بدليل عندما نشبت بعض الخلافات بين السودان والسوابنا غرب دارفور وكذا من الذي تدخل؟ تدخل السيد أبي أحمد هنا أريد أن أسألك كيف تقيم دور فخامة رئيس الوزراء لثيوبي الدكتورة بي أحمد في تعزيز السلام في سوداننا الحبيب؟ جميل لو لا أنه يشعر أن السودان وطنه لماذا أخدم على هذه الخطوة؟ والآن أقول لك أخي محمد كل الشعب السوداني يحترم ويقدر الدور المقدر جداً الذي قام بابه فخامة رئيس الوزراء الإسيوبي بل أذكر تماماً عند التوقيع محادثات السلام كان السيد محمود درار وفد المقدمة ومهندس العملية فعندما جاء الطرفان السودانيين لاحظ للتوقيع بكى بكى وذرفت دمع محمود درار في التلفزيون السوداني وكانت بكى معه كل السودانيين هذا يدل على الأخ الشقيق إذن الشعب الإسيوبي والشعب السوداني شعب شقيق يحس بحسس بعض تماماً لو لا الإحساس لماذا ذرف الدمع؟ فالدمع لا يذرف إلا للفرح الشديد أو الحزن الشديد نعم أحسنت وهذه هي بالمناسبة يعني مشاعر الإثيوبيين حسب ما نعلمه ونراه على أرض الواقع وكذلك هي مشاعر السودانيين تجاه إخوانهم في إثيوبيا طيب سيد حامد كيف يمكن حلحلة أي خلاف عرضي بين البلدين الشقيقين؟ قد تطرأ الخلافات حتى بين أبناء الأرض الواحدة وبين الجيران حتى في السكن فما بالك بالدول ولكن كيف تتم حلحلة مثل هذه القضايا الطارئة على شعبين وبلدين؟ نعم أخي محمد كما قلت الأخوان في البيت الواحد اختلفوا نعم وهذا شيء طبيعي هذه ثنة الحياة في حالة نشوب النزاع الآن يجب وأقول يجب وأكرر يجب أن نلجأ للدبلوماسية الشعبية لسبب واحد هذه الأرض أو الرقعة التي نشب فيها النزاع أرض زراعية حدودية بين السودان وأثيوبيا منذ الأزل منذ الأزل وتحدث مثل هذه التداخلات في الأراضي الزراعية عموما قديما كانت لجنة الحكماء أو الدبلوماسية الشعبية أو الشماغلي زي ما قولوا الشماغلي أي نعم يجلسوا بعد انتهاء الحصاد ويحلوا المشاكل هذه بلاد لإثيوبي هذه بلاد للسودان يجلسوا أنت تدخلت بكذا تعطي هذا الإثيوبي كذا السودان يعطي كذا وانتهى والعام المغبل في الخريفة المغبل تزرع ثانية ويسكنوا مع بعض ويتبادلوا المنافع يعني أذكر تماما مثلا في الزراعة يحصل شورت أو أمطار بهناك لا يستطيع المزارع السوداني الذهاب حتى القضارف يستلف بعد الدقيق والحياة من زميله الأثيوبي وهم عايشين في كام واحد ماذا ترأ ماذا ترأ الأرض يا هلأ المزارع يا هلأ المزارع بل هناك كما سبق مندسين يحاولوا تجار أزمات هؤلاء هم يجب على الدولتين معرفتهم والدولة لا تستطيع صراحة لأنها بعيدة وما عايشة الواقع فليتركوها للدبلوماسية الشعبية يستطيعون معرفة من هذا ومن هذا وما غرضه ثم يسلموه للسلطات القانونية هذا هو الحل السريع والذي كان للأسف الشديد كثير من يسطاد في المياه العكرة إذا عرجنا لما يتعلق بالاستثمار نعلم أن هناك يعني يعني لو عرجنا إلى ما يتعلق بالاستثمار هناك العديد من النقاط أو النقاط الجذب التجاري والاستثماري بين البلدين لدي إحصائية تتحدث عن 800 شركة سودانية أنت كأحد الرجالات السودانية أو الشخصيات السودانية أريد أن أعرف ما هي نظرتك لواقع الاستثمار في أثيوبيا والتبادل التجاري بين البلدين وهل تشجع في هذا الجانب المستثمرين ومن يريد الدخول في مجالات استثمارية في أثيوبيا أريدك أن تلقي الضوء على هذا المجال أيضا هذا سؤال جيد جدا أخي محمد أثيوبيا بلد واعدة بلد بكرة ما زالت للاستثمار المستثمر الحقيقي يربح بنسبة 150% في هذه البلد لكن هناك مشكلة كبيرة هي تتمثل في عدم معرفة الإجراءات فالمستثمر يأتي إلى أثيوبيا دون علمه بالإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب أن يتبعها وللأسف هناك كمية سواء من الإثيوبيين أو السودانيين المقيم هنا يزودوه بمعلومات خاطئة طالما أنت تزودت بمعلومات خاطئة ستنفذ خطوات خاطئة إذن ستخسر الإجراءات شوية عقيمة وطويلة عدم الإلمان باللغة مشكلة كبيرة جدا يعني حتى أني تقريبا أقدر أقول أنا خبير في الاستثمار أذهب إلى الاستثمار كثيرا معظم الموظفين والموظفات لا يجدون اللغة الإنجليزية فالمستثمر يضطر لاستحاب إثيوبي للترجمة هو لا يجد العربية يتحدث عن الموظفين الإثيوبيين هنا معظمهم لا يجدون لغة الإنجليزية بطلاقة يتحدثونها هناك فرق بين الإجادة والتحدث والفهم هذه قبل خمسة سنوات في الاستثمار وزارة الاستثمار تقيم اجتماع سنوي في فندق جيون تحدثنا كثيرا عن هذا الشيء وللآن للأسف ما وجد له الحلول النهائية هذه المشكلة المستفيد منها بعض السماسراء كما يقولون هنا الدلالة يقول لك أنا أعرف أنا أعرف بتام أعرف نو بتار أنا أعرف نو مشقر يلا مشقر يلا مشقر عليه بتام في النهاية المستثمر بيجد أنه قروشه بسبب عدم مش بسبب فساد أو غيره بسبب عدم معرفة الإجراءات السليمة ويقع في الخطأ فيجب أنه وزارة الاستثمار تعمل اجتماعات تانية تضبط الأمور بصورة أحسن فالاستثمار هنا واعد 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 طبعا هذه الملاحظات سنوصلها بدورنا يعني للمسؤولين في بلادنا ومن يهمهم الأمر هذه الملاحظات قيمة نتمنى أن تصل في الحقيقة نحن كإعلاميين دورنا يجب أن نوصل للجهات المعنية ملاحظاتك وغيرها من الملاحظات التي نتشرف بالاستماع عليها وإيصالها لمن يهمه الأمر لأن مصلحتنا وهدفنا واحد وهو التنمية طيب الجانب الفني سمعت أنك مهتم أيضا بهذا الجانب أريدك سيد حامد أن تعدد لي حتى لو بشكل مختصر أوجه التشابه التي يعني ترسخت في ذهنك ورأيتها ولاحظتها أوجه التشابه بين الفن الإثيوبي والفن السوداني يا سلام جئتني في الجرح الجرحي فأذكر وأنا شاب طالب في مدرسة كثل الثانوية العليا ومن هذا المنبر أحيي الأستاذ علي موسيقى علمنا الموسيقى الموسيقى كنت عازف كمنجة وأنا شاب صغير حسنا خلاص كبيرا على الكلام هذا لكن ماذا الفن يجري في عروقي أولا السلم الإثيوبي والسوداني خماسي أولا لعلم الجميع ما شاء الله معلومات أول مرة نسمعها ما شاء الله أيها السلم الخماسي الإثيوبي زي تونة زي ما يقولون ناس الموسيقى ويعرفون هذا الكلام جيدا معظم الفنانين الإثيوبيين يتغنون للفنانين السودانيين بطلاقة ومعروف الغناء الإثيوبي في السودان لاحظت ذلك يعني في الحقيقة نعم وهنا في إثيوبيا يعرفون الغناء السوداني ويعرفون الفنانين السودانيين بالإسم بل إني أشاهد في بعض السيارات أركبها السائغ عنده فلاش كله غاني والله البارح أنا مع السائغ غاني ويعرف الفنان أنا ما عرفته لأنه من الفنانين الحديثين فيعرفون محمد وردي جيدا وكان صاحب تلهون قسس دستس كان صديق شخصي لتلهند السسا وكل الفنانين الآن بالليل في أدس بابا كأنك في الخرطوم يعرفون الأغاني ويجدونها باللغة العربية وهناك بعض الشرائط الغنائية الفلاشات بل في بياسة محمود محمود السفير محمود محمود مزيكابيت محمود آه الآن الشرائط السودانية أنا عندما أبحث عن علون الغديم أسهب إلى محمود مزيكابيت أجدها شوف يعني الآن يعرفون كل الفنانين الكبار وبل الفنانين الكبار الإسيوبين يحضرون الخرطوم دوما يغومين كونسرتات بل للعجب في حفلات الزواج الخاصة يحضرون كثير من الفنانين الإسيوبين يغومونها ويعملون التراس الحبشي قهوة حبشية حينة حبشية لبس زوريا كله الآن متوفر وموجود يعني هناك أوجه تشابه كثيرة طبعا أنت تطرقت إليها من الجانب الفني أيضا وهناك أيضا العديد من الروابط بين الشعبين وهذا يعني ربما يأخذ مننا الكثير من الوقت حتى نحصر أوجه التشابه في المجالات الفنية الثقافية الاجتماعية الكثير من العادات والتقاليد ولعلنا يعني تحدثنا عن ذلك وربما نتحدث مستقبل الآن سيد حامد لو نظرت إلى الانطباع العالمي عن هذه العلاقات هناك من يراقب ويهتم من الدول الكبرى من الدول الإقليمية من غيرها من الدول من يهتم بشؤون القرن الإفريقي كيف ينظر العالم العربي اليوم إلى هذه الأحداث الحدودية بين إثيوبيا والسودان العالم مصالح وكما أسلف السماسر العالمين لا يردون وحدة السودان و أثيوبيا لأنهم الوحدة تكون قوة وفي التفرق ضعف حكومة حكومة أثيوبيا و السودان منذ الغدام متوافغان تماما هذا يخوف السماسر العالمين تجاه لأنهم مصالحهم ستضرب طالما نحن يد واحدة لذا يلجؤون لبعض الحيل و للأسف في البلدين هناك بعض المستفيدون وضعف النفوس هؤلاء تجار الحروب يغزونهم بالتأكيد و من ثم تحصل المشاكل حتى تأتي اللحظات التي يريدون أو يمنون أنفسهم باقتناصها تطرقنا أيضا إلى سبل حل الخلاف عن طريق الحوار و كذلك هي رؤية أغلب الذين تحدثنا معهم يعني إثيوبيا هناك الكثير من المثقفين السودانيين و التجار و رجال الأعمال و الكفاءات السودانية و كذلك أيضا في الخرطوم و في مناطق السودان جمعا الآن بعد هذه السبل و هذه المحاولات في خلال هذه الأزمة ما هي النقاط السلبية التي لاحظتها خلال مراحل هذه الأزمة و لعله السؤال الأخير حتى لا نؤخرك سيد حامد ما هي النقاط السلبية التي اكتشفتها في أثناء هذه الأزمة و ما هي النقاط الإيجابية أيضا أثناء الأزمة سواء في الإعلام سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت لا سلبي بل في وسائل التواصل الاجتماعي الميديا كما قلت هناك من يبث كلام الخطأ لمصلحته الخاصة لكن عموما في مجال الإعلام الدولتين الإعلام الرسمي محترم مع بعض السلوك الشخصي معتمد و معتبر الآن أنا أتجول في شوهر أدي سبابة لا أحد يتعرض لي أهلك كما يقولون الذين يبثون في الميديا سنتر لا تسهب لا أسهب خطر أنا الآن أتجول طليق لا أحد سألني ولا أحد تفوه بكلمة السودان و سيوبيا مشكلة نبا هذا يدل على معدن الشعبين نعم مثل ما تفضلت هناك من يريد أن يعطي انطباعا وأمورا يعني ربما تحقق مصالحه وأجنداته الضيق الخاصة ستتصدى البلدين وقياداتهما لهذه المحاولات التي تريد أن تفرق الصفوف وتوقع الفتنة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد لعلنا نودعك ولا نقدر على توديعك إلى صالات المطار ولكن نتمنى لك السلامة سيد حامد شرفتنا وأسعدتنا بهذه الإطلالة طيب رسالة أخيرة إذا تكرمت إلى الشعب الإثيوبي وإلى الشعب السوداني أقول أيها الشعبين أنتم أخوان لا تلتفتوا لأقوال المغرزين كونوا كما كنتم ستكون قوة واحدة متماسكة هذه وصيتي للشعبين ومجلس الحكماء والكبار والعقلين هم الآن يتدبروا كل شيء وما فيش أبدا مشكلة بين سوداني وإثيوبيا ولن تحصل شعبين متداخلين في تزاوج في حاجات كثيرة أشكرك جزيل الشكر السيد حامد كبار محمد الخبير الاستراتيجي حقيقة أردنا الإطالة معك الحديث معك ذو الشجون الحديث معك شيق لكن لا نستطيع أن نؤخرك عن رحلتك إلى الخرطوم نتمنى لك السلامة وكذلك لا نستطيع توديعك إلى صالات المطار لعلنا نلتقي مجددا أمنياتنا لك ولأهل السودان بالسلامة والرخاء والاستقرار نلقاك مجددا حتى ذلك الحين شكرا على هذه الإطلالة ونستودعك الله شكرا